السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن ناس لهم معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بير دي زاد اليوم الحصة تتعنا وين غادي نتكلموا على المحرز بنسبة كبيرة سوف يلعب مع كريستيانو في الجيفانتيس يعني إن شاء الله بربنا نشوفوا هذا الثنائي نشوفوا انطلاقة جديدة تع محرز انطلاقة جديدة تع كريستيانو كما زلاطان مع بناصر علي إن شاء الله بربنا نشوفوها نشوف محرز في الجيفانتيس وينتبحث إدارة جيفانتيس الإيطالية في كيفية استخدام الدولي الجزائري رياض محرز للفريق من خلال الربط الاتصالات الجديدة معه على بلك باش يكون على بلكم بلي الجيفانتيس ما تخدمش كمال أنديا جيب 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 لعب لا يبيعوا لعاب يجيبوا لعاب إدارة كما هي مؤسسة معظم الإيطاليين يعملوا بهذا بهذا المنهج كما يقول لك يبيعوا لعاب يجيبوا لعاب ليس عندهم ربع لعاب يجيبوا لعاب لا يبيعوا لعاب يجيبوا لعاب يبيعوا زوج يجيبوا زوج يعني هذا هو هذه الإدارة كي تسطر نحن نتمنى إن شاء الله بربي هذه الاتصالات تروح لأبعد نقطة ونشوفه محرز في الجيفانتيس ونتكلم مدير رياضي السابق لنادي جيفانتيس ونابولي في تصريحات حصرية لقناة شلوق نيوز هناك اهتمام من إدارة جيفانتيس لضم رياض محرز إنه لعاب عالمي سوف تسمع بالشيخ وراء تسمع يا ماجر أنت تقول لي لانتار خطرة تقول أعطينا وثائق أعطينا حاجة تثبت بلي صح هدروا معك صحر وهت نيكوسيت معهم صحر الله دانيا المينيت ما قبلوا لك نحاول نهايت إنهم فعلوا من ي軽ب لاتانتر أحلت لك أنت تصلين لي لانتار ونق 2014 لرأي نرارا لأجل Lobster نحاول جمع وقلا في قط расп وقف لقدرأت لأنني أريد أن نحوص عليها قلت لهم بأنني رفضت العقل يريد أن يدرون لي في العقل لا أعجبني شيء وإن أكد هذا المسؤول سابق في الجوبانتيس هناك اهتمام من إدارة الجوبانتيس لإستقدام محرز وربما ستقوم إدارة سيدة العجوز بربط اتصال جديد وأضف محرز لعاب مهم ومهم جدا إنه يسجل ويتألق لكن المدرب يضعه في دكة الاحتياط عالمة استثام كبيرة ويعيش محرز في وضعية صعبة مع ناديه الحالي مونشيستر سيتي رغم تألقه منذ قدومه في 2018 حيث يغيبه المدرب بيب كواردولا عن أغلب المباريات الكبيرة مع فريقه وين ينتهي عقد رياض محرز مع مونشيستر سيتي في صيف 2023 شوف قادرين سيتي طيقاش يزيدوا له العقد قادرين يزيدوا له العقد يخلوه تل الصيف يزيدوا ينيقصوا معه في العقد باش يبيعوه بالسومة خدش على عنده عروض كبيرة وكان التقارير الصحيفة قد كشف التقرير منذ أسابيع أن الدولي الجزائري قد يرحل عن السيتي ومغادرة الفريق في التحويلات الشتوية المقبلة في صفقة تبادلية مع الأرجنتيني باولو ديبالا الذي يتواجد على رأس اهتمامات المدرب في قانوة الصحيفة أو ديبالا يقولونه غيره 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 نحن ماذا بيناكو يروح ما نحاوله نحن أنه يقدم العب كما نقوله نحن لعب في العب في السيتي القاب بدا كنت خلصوا تشمبيونز ليگ بالكسنا بالكسنا يروحوا بعيد نتمنى ويروحوا بعيد في الشمبيونز ليگ لأيش الله ميروحواش بعيد بصحي يكون محرزة إلا ما كاش محرز نتمنى جيوبانتيس ندوروها جيوبانتيس وصيك ندوروها جيوبانتيس وصيك إلا راح جيوبانتيس في المشتاء رانا في جيوبانتيس ما راح شي رانا في السيتي ونقارعولو بشيري يوصل للأبعد نقطة إن شاء الله بربي في التشوفيونز ليك رياض محرز يستهل كل خير ستقدم الكثير للجزائر قدم أكبر هادية وهو كاس إفريقيا للجزائر كان حاسم في المباريات النصف النهائي والنهائي يعني كان حاسم في زوج مباريات خاصة أمام نيجيريا لهو سجل هدفين نقوله هو سجل هدفين صح البنت ضربت في الديفونسار ودخلت هو اللي ضربها فور بس تضرب في الجوار وتدخل كان ذاكي ما ضربهاش على الله ضربها في الجوار فيزا في الجوار ضربت ودخلت والبنت التاريخي اللي ما غديش نتننساوه البنت التاريخي في الـ 94 دقيقة و 29 ثانية ما غديش ننساوه 29 و 28 ما غديش ننساوه البنت التاريخي البنت اللي جاب لنا كوبدافريك نقولوا بللي البنت عنيجيريا هو اللي جاب لنا كوبدافريك هو اللي دخل دخل الخوف في نفوس اللعابين في سينيغال على ذلك اليوم تشوف كيفاش الاهتمامات باللعاب باللعاب الجزائري ونقول لهم لعاب عالمي لعاب يتألق دائما متألق ويننتاقد هذا المسؤول هذا ويننتاقد بيبا جواردولا انتاقد بيبا جواردولا على مالك يجب أن تكون في الاستمرارية يجب أن تكون تكون عندك استمرار انا عرفنا بللي ما غاديشي لعبه كونت بورتو والله العظيم رأي عنا تجربة في التصريحات تعقواردولا ورأكم شاهدين شابكم نهدر كيف نشوف في غواردولا شكر محرص نحرف بللي ما غاديشي لعب هذه المثبت غدوة ان شاء الله غد يكون شوفوا يشكر فيه محرص نخال ما نكلمش لكم خادش ورأنا نحفظ التصريحات تعقواردولا غواردولا لم يشكر محرص في البنت وقونت زيبوابوي لعبه لا شكروا لعبه كيف لا شكروا لعبه لكن هل يشكروا ويقول لك محرص متألق ومحرص نحتاجه ومحرص أعرف بللي ما غاديشي لعبه محرص مركات لاذا غواردولا شكر أعرف بللي ما غادي محرص وقلت لكم رايحة محرص المشاركة ضد بورتو 10% وقعد عائرني قال لي انت محرص بغي هقاي لعب يا ودي مشيينا يا ودي مشيينا يا ودي تبع التصريحات او انت وما رأكم او انت اجيت غي السناعة رأك تبع لي في محرص حنا رأنا نتبع محرص مي جال منشيستر سيتي ورأنا نتبع في التصريحات غوارديولا رأنا نقول بلي غوارديولا كي يشكر محرص والله ما يلعب كي يشكر محرص والله ما يلعب شوف شوف نقول الموسم هذا بعد الاستئناف لعب كونت أرسونال محرص معام مراخر دافيد لويز هذا جاب بيناتي خرج دافيد لويز بالحمراء وربح منشيستر حقما مركا هذا دي بروين هو اللي تير مركا ومحرص خرج بعد الهدف محرص خرج مول بارتيا غوارديولا قال لهم محرص مهم مهم ومؤثر في الميدان مورها محرص خلص جات ريال ما يلعب كونت ليون لعب مية طور دوزيان مية طور خلص تمكي يشكر ويخلص ماذا بينا لا يشكر ماذا بينا لا يشكر وماذا بينا بانيك هي النقطة المهمة كبيرة كبيرة ماذا بينا بالشيخ بالشيخ حاجة نعطيك رسالة ياسي بالشيخ انت ماجر نعطيك وقعدوا تكروا هذه اللعبة خرج عليها عندي حاجة من وصلوا ندوها نقول لكم حماديكم غادي نشكركم انتو ما راكم الدعم في الليكيب ناشونال بطريقة مقلوبة خشبناكم صالح صالح رايخلص هاي هاي شو تباتوا المغرب مدوش كوب دافريق تباتوا تباتوا مصر في كوب ديموند خرجوا زينو بوا وخرجوا مبلادهم برميت الدوزيان بتور تباتوا تونس مدو يعني الحيا اللي تباتوا ما نجحوش فيها واللعابي اللي بغيتوهم رامد قدقين قلتوا تباتوا ذاك تعنيس 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 قضبهم بافي ترتق له ليقامو ماذا ما صاب صحت ليقامو ترتقهم له تباتوا هنتو كنتوا تباتوا في آدم والناس خلص سكتوا عليه رايلا سأشكركم بالطريقة والطريقة سأشكركم بها ولكن لا أعلم لنقوم باستخدام تنكالفو ونقوم باستخدام 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 انشاء الله اشتركوا في القناة